نعم بالنسبة للأضحية هي شعيرة تعبدية يؤمر بها المسلمون وهي سنة مؤكدة وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه إسماعيل وفداه الله عز وجل بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم بكبش أقرى فمنذ ذلك الزمان صارت الأضحية سنة أمر الله عز وجل بها في قوله تعالى فصل لربك وانحر وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمر بها في عدة آيات والبدن جعلناها لكم من شعار الله البدن جمع بدن وهي الناقة والبدن هنا تدخل فيها الأضحية تدخل فيها الهدي تدخل فيها الدماء التي يتقرب بها الإنسان ونربه عز وجل في الحج فأفضل الحج العج والثج العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو إهراق الدماء بمعنى الهدايا أو الهدي الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه في الحج وليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام كما قال الله عز وجل في القرآن كذلك هذا إشارة إلى الهدي والأضاحي كذلك وفي السنة النبوية كذلك أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالأضحية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلم رضي الله عنها إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره إذن قال أراد أحدكم أن يضحي وفي الحديث بهريرة عند البيهقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقرب أن مصلانا فنبينا صلى الله عليه وسلم ضحى وصلى بالناس العيد ثم ضحى وقال من لم يضحي فليضحي على اسم الله ومن ذبح فليذبح شاتا مكانها وعندما ذبح قال اللهم هذا عني وعمل لم يضحي من أمتي فهذه الشعيرة ينبغي إحياؤها وهي سنة مؤكدة على المستطيع الذي عنده مال زائد على نفقته وها لها شروط من شروط الأضحية هناك شروط تتعلق بالشات نفسها أن تكون سالمة من العيوب وأن تكون قد بلغت السنة المعتبر السنة المعتبر بالنسبة للشات لأن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام إما من الغنم أو البقر أو الإبل فإذا كانت من الغنم فالواجب أن تكون قد بلغت سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان إذن تكون قد بلغت سنة ولكنه أجاز ذبح الجدعة قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان والجدعة اختلف العلماء في سنها فقال بعض العلماء سنها ستة أشهر كما قال الإمام سحنون المالكي وقال بعضهم ثمن أشهر وبقال بعضهم عشرة أشهر ولكن أهم شيء أنه يجزئ ستة أشهر مثل ما قال الإمام سحنون المالكي هناك قول يقول بأنها يكفي الشات أن يكون عمرها ستة أشهر هذا بالنسبة للسنة المعتبرة شرعا أما بالنسبة للسلامة من العيوب فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة والإنسان عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بأحبي أو بأكمل أضحية تكون سالمة من العيوب ولهذا في حديث البراء بن عازب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عوارها والعرجاء البين عرجها والكثير التي لا مخف عظامها التي لا تنقي التي لا مخف عظامها إذن نبها على أربعة أنواع من الأضاحي لا تجوز وهذه الأربعة يقاس عليها ما كان مثلها من العيوب إذن قال العوراء البين عوارها ومثلها العمياء قال المريض البين مرضها وسائل أنواع المرض وقال العرجاء البين عرجها فإذا كانت مقطوعة الرجل أو مقطوعة الرجلين هذه لا تززئ كذلك وهكذا قال الهزيلة الكثير التي لا مخف عظامها كذلك هذه لا تززئ ويقاس عليها كل العيوب التي تفسد اللحم أو العيوب التي تقلل الثمن